نظمت وزارة الصحة وسكان ورشا عمل تدريبية وجلسات نقاشية بمشاركة وفد رسمي من الاتحاد الإفريقي للتحكم والسيطرة على الأمراض وذلك بهدف تبدل الخبرات والرؤى والأفكار الحديثة في مجال القضاء على الفيروسات الكبدية ومن جانبه أشاد رئيس وفد المركز الإفريقي للتحكم والسيطرة على الأمراض محمد عبد العزيز بنجاح التجربة المصرية الواعية في القضاء على بيروسي موجها الشكر إلى فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالقضاية الصحية الإفريقية ودعمه المستمر للصحة شعوب القارة والذي اتضمن المبادرة الرئاسية لعلاج مليون إفريقي من بيروسي مؤكدا أن مصر تمتلك مهارات وأدوات قوية تضعها في مقدمة الصفوف الأولى للأنظمة الصحية الناجحة عالميا شكرا